موسيقى المحامين والقاعة تخلى احنا احنا اصلا منضمين لان احنا اصحاب حق في الدعوة المدنية لكن هو في محامين اخرين دخلوا بطريقة تانية ضد دعوة الرد فوجد انه يحسن خلافه مشاكل فقال احسن حاجة عشان حلل المشكلة اللي استود المحامي اللي كاتب دعوة الرد فقط هو اللي يكون حاضر فقالنا له احنا مرتضين زلك حتى احنا المنضمين كمدر الحمد يعني عشان كل يخرج منع احنا كنا تقدمنا الطلب لتقصير الدعوة او تغيير الدعوة لمخلفتها نص المادة 157 فقرجي من قانون المرفعات وقبل الطلب مننا من رئيس محكمة السيناف واستشعالة دائرة 52 الحرج وحالة القضية لان رئيس محكمة السيناف لازي حدد دائرة 62 تجالي نظر دعوة الرد وكل طلبنا ان يفصل في طلب الرد فاقرب فرصة تبقى النص القانون وان لا يتم التسويف لان هذا التسويف يؤدي الى الاضرار بمصلحة المدعين بالحق المدني ومؤكدين والشهداء والمصابين ويدور الاقتصاد القومي وبالبالكامل بالبالك دي ما لهاش لازم خالص احنا ضد التطويل الحاصل بسبب هذا الطلب وبناء عليها تقدمنا نحن مجموعة من المحامين الرافضين لذلك التطويل بتقصير الجلسة وتم بالفعل التقصير والاستجابة لطلباتنا وتغيير الهيئة التي قدنا تنصر لانها خلافة نص المادة 157 فقرجي من قانون المرفعات بانها لم تحكم في خلال شهر من تقرير طلب الرد وبالتالي تم تقصير الجلسة من 26-12 لجلسة ديوم 13-11 ودخلنا داخل القاعة لكي نسبت حضرنا في ذلك مصرين على عدم تواجد اي احد في القاعة بخلاف طالب الرد فقط لان كان معه من بعض السنيدة والمحاولين هم يكونوا مع طلب الرد دون اي صفة وقفين عايزين بيسندوا يسقفوا بس احنا رفضين هذا الامر احنا عايزين الامر يحكم فيه باقصى سرعة لمعاودة المحاكمة مرة اخرى للموز الفسد رفضين طلب الرد من مبتدعي لانه على غير اساس قانوني ولان كل اقوال في طلب الرد دي انهي الا تخرصات يعني احنا لحد النهاردة لا نعلم ما هي الاغراض من هذا الطلب يعني كنا نقول ان الاغراض اغراض انتخابية انما تجاوز الامر حدود الانتخابات اصبح الامر الغرض منه فقط تعطيل الفصل في الدعوة الامر امادة التقاضي يعني اطالة امد التقاضي ليه لصالح من المستفيدين الوحيدين فقط في القضية كده من اطالة امد التقاضي المتهمية المستشار احمد رفعت لا يتمتع بالحيادية في القضية نقول له اتق الله اتق الله في مصر وفي شعب مصر فان الله ان حسن مبارك لن يمنعك من الله ولكن الله سيمنعك من حسن مبارك ترجمة نانسي قنقر